في أولى المشاركات الرسمية على مستوى الأحزاب البريطانية منذ تولي عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن مهمة أقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل السقبال مجلس السفراء العرب لأعضاء حزب العمال البريطاني في مدينة ليفر بول وذلك على همش مؤتمر الحزب السنوية وفي بداية الحفل ألقى رئيس حزب العمال كلمة أكد خلالها أهمية علاقة الدول العربية مع حزب العمال ومقدما شكره لمعالي سيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة عميد السلك الدبلوماسي العربي على هذه الدعوة ومشاركة مجلس السفراء العرب في مؤتمر حزب العمال البريطاني ومن جانبها ألقى معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين كلمة أشار فيها إلى عمق العلاقات التي تربط المملكة المتحدة والدول العربية ومؤكدا خلال كلمته على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات العربية البريطانية وإيجاد الفرص المناسبة للشراكة والتنمية المستدامة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك كما قام وزير الخارجية بحكومة الضل بإلقاء كلمة حدد فيها أوجه التعاون المشتركة التي يسعى حزب العمال لتنميتها مع الدول العربية من جانبها ألقى وزير التجارة الدولية في حكومة الضل كلمة أبدى فيها عن تطلعاته وطموحات الحزب في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع الدول العربية في القطاعات الجديدة والمتنمية التي ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين جميع الدول الصديقة كما قام رئيس حزب العمال السكتلندي بإلقاء كلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدان العربية وحزب العمال ومعربا فيها عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الدول العربية لإيجاد أفضل الفرص والبرامج ذات المنفعة المشتركة كما ألقى معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة مسجلة أكد خلالها على عمق العلاقات العربية البريطانية وأهمية التعاون لمواجهة التحديات العالمية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ترجمة نانسي قنقر